أهلا وسهلا بكم يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وأحسن حال حلقة النهاردة من الحلقات المهمة جدا اللي هتكلم فيها عن موضوع مهم وشاغل تفكير ناس كتير مع زيادة انتشار حالات الإصابة بالفيروس وخاصة وإحنا في الموجة التالتة وكمان ظهور كم حالة مصابة بالفطر الأسود وده كله راجع لأن منعتنا ضعيفة جدا فبالتالي سهل قوي أن احنا نلقط العدوى ونصاب بالفيروس ده غير أنه من أشهر أسباب الإصابة بالفطر الأسود هو ضعف المناعة وعلشان كده لازم ناخد بالنا كويس جدا من نقطة المناعة دي ونبدأ ناخد دوا يكون بيقوي ويعزز المناعة وطبعا لازم يكون متوفر بحس أن أنا لما أحتاجه أو أسأل عنه ألاقيه موجود وما يتقليش أنه هو ناقص من السوق وطبعا مهمة قوي أنه هو يكون طعمه حلو لإني هستمر عليه والأجمل لو لقيت حاجة تكون بتنفع للأطفال كمان مش بس أن أنا أجيب حاجة للكبار وأروح أدور على حاجة تاني للأطفال لأ حاجة واحدة بس تكون بتنفع للكبار والأطفال علشان كده في حلقة النهاردة هكلمكم عن دوا ممتاز جدا جدا للمناعة الدوا ده فيه كل المواصفات اللي احنا بنتمناها في أي دوا واللي تكلمت عليها من شوية علشان تعرفوا كل حاجة عن الدوا استخداماته المادة الفعالة كل حاجة بخصوصه خليكم معايا لأنها هتكون حلقة مهمة جدا قبل أي حاجة ما تنسوش لايك الفيديو لو أنتك ديب معانا أهلا وسهلا بيك ما تنساش سادسكرايب في القناة وفعلوا علامة الجرس علشان توصلكم كل الفيديوز اللي أنا بقدمها أول بأول وطبعا لو عندكم أي سؤالة وأي سفسار سبهولي وأنا هجاوبكم عليه النهاردة هكلمكم عن ديمتلس لكتوفرن أكياس وهو واحد من أهم وأقوى الأدوية اللي بتساعد على رفعه وتقوية وتعزيز المناعة وفيه كل المواصفات اللي احنا بنتمناها في أي دوا نقدر نستمر عليه واللي هنتكلم برضو فيها بعد شوية وأهم حاجة أنه هو بيعزز انتصاص الحديد في الجسم فعلشان كده فيه مميزات حلوة كتيرة جدا طيب قبل ما أكلمكم عن كل حاجة بخصوصه بالتفصيل سواء الجرعة بتاعته الاستخدام من الناس اللي ممكن تستخدمه كل حاجة تهمكم عنه خلينا نعرف أهم حاجة وهو إيه هي المادة الفعالة الموجودة في الليمتلس لكتوفرن واللي بتميزه عن أي حاجة تاني ممكن أستخدمها لتعزيز المناعة الأكياس دي بتحتوي على 100 ميلي جرام من اللاكتوفرن طيب يا ترى إيه هو اللاكتوفرن اللاكتوفرن هو بروتين موجود أصلا في جسم الإنسان وبيتفرز بكميات أكبر بكتير في لبن الأم ليه؟ لأنه بيعتبر الجزء الرئيسي للمناعة المكتسبة اللي بتكون في جسم الطفل الرضيع وده عشان خصائص هيلة جدا بيتميز بيها أول حاجة أنه هو بيقوي ويعزز ويحفز المناعة ده غير أنه هو ليه خصائص مقاومة للبكتيريا والفيروسات وكمان بيقلل من استجابة الجسم لأي عدوى ممكن تحصل له علشان كده بيكون ليه دور فعال وقوي جدا في الوقاية والعلاج من الفيروس وكمان الفطر الأسود تعالوا قبل ما نتعرف على نقطة مهمة جدا وهي نقطة الاستخدام من الناس اللي ممكن تستخدمه من الناس اللي ما ينفعش تستخدمه هو متوفر فين أو أقدر أشتريه من فين خلينا نروح لنقطة مهمة جدا وهو الجرعة بتاعته الاستخدام بسيط وسهل جدا زي ما انتوا شايفين هو بيجي في صورة الأكياس دي الأكياس دي أولا هي الطعم الفراولة فالطعم هيكون محبب جدا مش بس للكبار وكمان للأطفال طيب تعالوا نعرف الجرعة الجرعة بسيطة وسهلة جدا كيس واحد للأطفال يوميا وكيسين للكبار يوميا يعني الأطفال هيستخدموا كيس واحد في اليوم الكبار هيستخدموا كيسين في اليوم طيب إزاي أستخدم الكيس ده هتفضي المحتويات بتاعت كيس على نص كباية سواء من المية أو اللبن أو الزبادي وتقلبه كويس جدا وبعدين خلاص هو كده الاستخدام بمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة بعد معرفنا الجرعة بتاعته وقبل ما نروح لنقدر نشتري من فين العبواب بتاعته خلينا نتكلم في نقطة مهمة جدا وهي نقطة الاستخدام مين الناس اللي ممكن تستخدمه لمتلس لاكتوفيرن آمن ما فيهوش أي مشكلة أي حد يقدر يستخدمه بس ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا لو أنت حامل أو بترضعي أو لو حضرتك بتعاني من أي حالة مرضية يبقى لازم الأول ترجع للدكتور بتاعك وتستشيره قبل ما تبدأ تستخدمه ولو طبعا ما فيش أي مشكلة تقدر تستخدمه بشكل طبيعي جدا وبعد معرفنا الاستخدام خلينا نروح لنقطة برضو مهمة وهو العلبة بتاعت لمتلس لاكتوفيرن العلبة فيه منه علبة بيكون فيها 14 كيس وفيه علبة تانية بتكون أكبر ودي بيكون فيها 30 كيس طيب نقدر نشتري من فين؟ هو متوفر في جميع الصيدليات وحتلاقيه بشكل طبيعي جدا ومش هتلاقيه ناقص لأ هتلاقيه متوفر أما بالنسبة للأسعار بتاعت العلب هاسبها لكم في صندوق الوصف وفي الكومنت المثبت أتمنى كون قدرت أفتكم في حلقة النهاردة وقدرت أقدم لكم معلومات مفيدة لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك الفيديو وسبسكرايب في القناة وأهم حاجة شاركوا الفيديو مع غيركم علشان أكبر عذب منه يستفاد وأشوفكم على كل خير الحلقة الجاية إن شاء الله باي باي